لن تصدق ماذا قال حارس المنتخب الصحراوي عن الجزائر لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد عبر حارس المنتخب الصحراوي عن سعادته بالتواجد رفقة منتخبه في الجزائر تحسبا لمواجهة ملودية الجزائر وديا وصرح حارس المنتخب الصحراوي لقناة النهار سعداء بالتواجد في الجزائر خاصة وأن العلاقة بين الشعب الجزائري والصحراوي أخوية وأضاف المتحدث مواجهة الملودية مهمة بالنسبة لنا للتحضير لقادم الاستحقاقات وأتوقع أن نلقى الدعم من الجمهور الجزائري في المواجهة وتابع ذات المتحدث أتمنى الاحتراف في البطولة الجزائرية التي تعتبر بطولة في المستوى وختم الحارس الصحراوي حديثه أتمنى أن نستقبل المباريات في دولتنا ونواجه المنتخبات بمدينة العيون المحررة والمشاركة في كأس أمم إفريقيا